اشتركوا في القناة ضيفي خلال هذه الحلقة هو المهندس زيد نفاعل أمين العام لحزب عزم مهندس تحياتي لك أهلين الله تعطيكم العافية مهندس اليوم في 25 قائمة حزبية كما أسلفنا بالذكر حزب عزم اليوم شو بيتفرد ببرنامجه شو بيقدم للناخب الأردني منذ اليوم الأول حزب عزم قدم الرؤية الاقتصادية الشمولية وطرح نفسه بأنه حزب معني بالملفات الاقتصادية وهذا لا يعني بأنه الحزب في رؤيته الشمولية غير معني أو غير مدرك أو غير مطلع على الملفات السياسية سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية وأيضا على الملفات الاجتماعية لأنه عمل السياسي هو عمل منظم يأخذ ما بين السياسة والاقتصاد والعمل المجتمعي أو الاجتماعي وهذه نقطة مهمة لأنه أي قرار في العالم يأخذ من السياسي يجب أن يكون لديه ارتدادات سياسية اقتصادية اجتماعية وهذا دائما تدرس في الغرف أو حجر المغلقة في المكتب السياسي إلى الأحزاب السياسية مهندس زيد اليوم حزب عزم شو بيقدم للمواطن الأردني؟ خلينا نحكي عن مجموعة من تحديات اللي بتواجهها المواطن الأردني اليوم في عنا نقاط واضحة بيعاني منها المواطن وكان يستجدي مجلس النواب فيها جاءت اللجنة الملكية بمجموعة من التحديثات والتغييرات من ضمنها إعادة الأحزاب للشارع الأردني اليوم حزب عزم كيف بنظر لنقاط المهمة للمواطن الأردني يعني بداية كلنا نعلم بأنه جلالة سيدنا الله طول عمره منذ عام 2013 بدأ في الأوراق النقاشية ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم تحديث المنظومة السياسية عبر اللجنة الملكية قانوني أحزاب وانتخاب جديدين حقبة سياسية جديدة في حياة الدولة الأردنية أحزاب وطنية تتصابق بكل أمانة ومصداقية تقدم نفسها وبرامجها إلى المواطن الأردني والمواطن الأردني الواعي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لا بل مثقف ومتعلم أصبح يرى ما هو الحزب المقنع أكثر أو برامجه ورؤيته وفكره مقنعة أكثر وتطبق على أرض الواقع هذا ما يبحث له المواطن الأردني اليوم الأردنيين يعود جيدا ويعلموا جيدا بأنه الأردن هو الأقوى سياسيا في الإقليم واللي بيعرف حقيقة سياسية ومتمرس كما ذكرت في الملفات الإقليمية والدولية ليس فقط المحلية بيعرف أنه الأردن القوي سياسيا ولكن اليوم لدينا ملفات اقتصادية صعبة أرهقت كاهل الدولة والمواطن لا بل لدينا بطالة نسبتها 21.4% نمو اقتصادي بطيء العدز يفوقه هذه كلها تحتاج إلى عمل جمعي تشاركي ضمن منظومة حزبية وأن يكون هناك للحزب رؤية وفكر واقعية تطبق وجاء حزب عزم برؤية شمولية وحزب عزم الحزب الوحيد أو الحزب الأول الذي شخص الحالة الاقتصادية في الدولة الأردنية لا بل حدد الهوية الاقتصادية للدولة الأردنية وقال السياحة والزراعة والصناعات الخفيفة والمتوسطة لا بل التعدين والخدمات اللوجستية هذه أهم أعمل الاقتصاد الأردني وعندما إن شاء الله يكتب لنا بعد العاشر من سبتمبر أن يكون لدينا كتلة برلمانية وازنة في مجلس النواب بين قوائم محلية وعامة سنعمل جاهدين في عملية انتعاش إلى الاقتصاد الأردني وهذا سيأتي على مراحل ونتمنى أيضا أن يكون للحزب أيضا دور في التنفيذ لأن التشاركية مهمة بين التشريع والتنفيذ إذا أتيت بحزب أو بتنفيذ مختلف في الرؤى والفكر لا بل سياسة وسياساته الاقتصادية ليست متطابقة سنواجه مشاكل وهذا سأتحدث عنه أكثر وأعمق كي يكون المواطن الأردني على وعي تام ماذا تعني سياسات مختلفة للأحزاب وسياسات اقتصادية مختلفة أنت ذكرت نقطة جدا مهمة مهندس أنه مهم أن القائمة الحزبية تكون مقنعة للمواطن الأردني اليوم عندي 25 قائمة يمكن صعب على المواطن يقرأ 25 برنامج إلا ما يلفت انتباهه قائمة أقنعته بأفكارها بتطلعاتها برؤاها اليوم حزب عزم كيف يقنع المواطن الأردني كيف درس آلية تطبيق أو جدوى تطبيق أفكاره وتطلعاته سأتحدث عن قائمة عزم ولكن سأتحدث بشكل عام على الأحزاب في العالم الأحزاب في العالم عندما نتحدث عن القوائم المغلقة وليس القوائم المفتوحة يقل اهتمام المواطن بالشخص بقدر ما هو بالحزب في العالم كله عندما تذهب للتصويت على القائمة العامة لا تجد أسماء تفتح الكتاب وتجد اسم الحزب وتضع له هذا من تريد بأنه نعم تريد أن تدعم أو تصوت لهذا الحزب أو لذلك الحزب لذلك مدى انتشار الأحزاب بين المواطنين في الأطراف وفي العواصم هذا مهم جداً لا بل الأهم من ذلك وذلك رؤية وفكر الحزب هذه اللي بتعطي القوة إلى الحزب طبعاً بالطبيع على الأشخاص اليوم احنا ركزنا في حزب عزم أن يكون لدينا شخصيات مالية اقتصادية سياسية مختلفة وأن نصدر وجوه جديدة نذخ دماء جديدة في القائمة العامة وبعتقد هذه رؤية جلالة الملك ورؤية المواطنين يريد أن يروا أشخاص أو وجوه جديدة ويحملوا رؤية وفكر تشاركي وتكاملي شو اللي بميز قائمة عزم اليوم دكتور مهندس؟ يعني فيها قامات مختلفة من ماليين من اقتصاديين من سياسيين وهذا الشيء يعني من نقابيين أيضاً زملاءنا من زملات لهم عمل وباع طويل في الشأن الاجتماعي يعني اليوم دخلنا على ملفات ومفاصل مهمة لا نبقي بذات يعني بذات وهذا لا يعني لا سمح الله أنه من سبقوا أن تبوأ مناصب مختلفة هم ليسوا قادرين أو غير يعني لا يصلحوا ولكن قلينا نعطي دور وفرص لناس آخرين أن يتبوأوا المرحلة الجديدة طيب مهندس اليوم البعض من خلال أراؤه بيحكي أنه الأحزاب بتطرح خطوط عريضة ما في دراسة جد ولا تطبيق الأفكار اليوم حزب عزم ماذا فعل بهذا الشأن وأيضاً هل يكفي وصوله للسلطة التشريعية أم بحاجة لأنه يكون بالسنوات القادمة من ضمن السلطة التنفيذية لحتى يطبق أفكاره ورؤى وتطلعاته سؤال مهم جداً ومحوري لا بل مفصلي أنا أقول ليس بعد سنوات يجب منذ البداية الأحزاب الذي سيكون لها حصة كبيرة في مجلس النواب يجب أن يكون لها تمثيل في التنفيذ أي في الحكومة كي تنفذ رؤيتها وبرنامجها لأنه بعد أربع سنوات بدأ يجي المواطن الأردن يقول يا عزم أنت حكيت بواحد اثنين ثلاثة وما شفنا شيء بالسياحة أنت اليوم بتقول عندك خمس آلاف وتبانمائة غرفة فندوقية مصنفة بعد أربع سنوات بدك تسويهم عشرة أو اثناشر ألف كما وعد أين هما وين الاستثمار اللي جذبته وين توطين الاستثمارات الوطنية لا يكفي أن تكون فقط بالتشريع يجب أن يكون لك حصة بالتنفيذ لأنه برنامجك اللي بدك يتنفذ يريد المشرع اللي هو من نفس الجلدة ومن نفس الفهم السياسي يعني اليساري واليميني فيه فرق بينهم بالأيدولوجيا السياسية لا بالبرامج يعني بعض الأحزاب السياسية طرحت سابقاً أنه يريدوا أن يقدموا للمواطن الأردني وعود أنهم يحسنوا النقل والتعليم والصحة بجودة عالية ومن المهدي إلى اللحظ مجاناً فأنا قلت في عزم كيف نريد هذا دون أن يكون لدينا المال فجاء عزم وقال نريد جذب الاستثمارات توطين الاستثمارات الوطنية صير في عنا نمو اقتصادي نعيد بناء الطبقة الوسطى نخفف من البطالة اللي معدلها 21.4% وأن نحقق هذا بعد أربع سنوات بروح المواطن الأردني نعم هذول الناس صادقين أصحاب أيادي بيضاء وحققوا نمو اقتصادي ولو بسيط سأريد أن أدي لهم بصوتي في قادم الأيام طيب مهندس اليوم شو الضمانة اللي بيقدمها حزب عزم للناخب الأردني لما نائب من خلال القائمة اللي تحوي المرشحين من حزب عزم لقبة البرلمان الوعود لا تقطع للمواطن عبر النائب تقطع عبر الحزب لأن من يحصد مقعد على القائمة العامة الماء القائمة الحزبية هو مجبور أن ينفذ رؤية وفكر الحزب هو لا يتحدث بإسمه الشخصي يتحدث في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بكل أمور التشريع وحتى بالتنفيذ من سيكون في الحكومة يتحدث برؤية وفكر الحزب ممنوع أن يتحدث برؤية الشخصية هذا أمر ممنوع في العمل السياسي والحزبي يعني تعتبر بمثابة ضمانة للناخب الأردني أنه أنت انتخبت حزب عزم من يمثله داخل قبة البرلمان سيبقى ضمن أفكاره وتطلعاته النظام الداخلي هو دستور الحزب وهذا رؤيته وفكره ومبادئه هذا يجب أن تطبق بحذافيرها إن أخطأ هناك يجب أن يحاسب النائب أو الوزير من قبل الحزب وإذا خالف ذلك يمكن أنه تصحب منه النيابة هذا لا يجوز أنت تعد الناخب ببرنامج والناخب صوت لك بكل أمانة أدلى بصوته لهذا البرنامج الذي اقتنع فيه فإذا ما نفذته أنت لأنه أخطأ النائب الفلاني أو أخفق فإذا أنت يومك حزب ستعاقب بعد أربع سنوات عندما يدلي له بصوتك وإذا حققت ذلك يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان سيدي لك بصوته ويقول لك بالفعل أنت صادق وأنت تمتلك رؤية وفكر وحسنت من ما وعدت به نعم مهند الزيد عادة عن عامل الوقت شو واجه اليوم حزب عزم من تحديات؟ يعني التحديات هذه شمولية أيضا نريد بناء ثقافة حزبية لدى العديد من الأردنيين وحزب عزم كما قلت حزب وسطي ويمثل الوسط العريض وهذا يشكل قرابة الـ 85% من أبناء المجتمع الأردني يعني اليوم لا يزال العديد بولك الأحزاب حوربت سابق من اليوم بدنا يتفوتوا بالأحزاب يعني هاي خفت تقريبا بنسبة 80% أو 85% ولكن لا تزال موجودة الشباب لا يثقون بأن يكونوا في الأحزاب السياسية بولك كلها وعودات بيأخذون يعني بداخلون على الأحزاب ولا نستفيد من ذلك وهذا أيضا جزء من بناء الثقافة الحزبية وتمكينهم يعني اليوم الشاب بولك أنا بدي أفوت طب هل هذا الحزب سيؤمن لي فرصة عمل قوتي اليومي هل أنا حقيقة بدهمياني بعد أربع سنوات أو ثمان سنوات أني أنا أتبوأ المناصب المختلفة أم سيبقوا هؤلاء الأشخاص إلى الأبد متبوئين المناصب وهذا نقطة مهمة في إقناع الناس والحديث معهم ولكن لم يؤمنوا بذلك ما لم يكون هناك شيء ملموس على أرض الواقع ويعني الحمد لله أنه بلشت تتغير فكرة الناس والرؤية واليوم صار فيه يعني طلب زيادة وحب أنه ينتموا الشباب والمرأة إلى الأحزاب السياسية المختلفة وطبعا يعني مقولة الشهيرة كأمين عام حزب عزم قلت أنا لا أكتفي ولن نكتفي مع احترامنا إلى القوانين المحفزة والمهمة ولكن مع قادم الأيام وفي المستقبل لن نكتفي بالمحاصصة الخجولة يجب أن يأتي يوم أن يكون الشاب والمرأة جزء أصيل من العملية السياسية والحزبية وأن يكون مساوي مع باقي أعضاء الأحزاب وباقي المرشحين أي منظومة شمولية للجميع طيب مهندس زيد اليوم رؤية حزب عزم بيوصوله لمناطق يعني في شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب المملكة هل واجه تحديات؟ في البدايات لكن الآن الأمور سهلة حقيقة كان فيه بالبدايات صعوبات لأن الأمور سهلة من أقصى شمال الأردن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه يعني بديش أقول أكثر من ولكن مؤكد أني ثلاث مرات مؤكد جبت جميع محافظات وقرى وبوادي وخيمات الوطن وحقيقة فيه قبول وفيه قبول كبير لرؤية وفكر عزم يعني شعرين الناس أنها واقعية وتطبق لبل يشعروا بالمصداقية في الطرح وهذا نقطة مهمة جدا في إقناع الناخب أو المواطن مهندس بصراحة اليوم ليش الناخب بديه يختار حزب عزم عند صندوق الاقتراد ونعن غيره؟ يعني أنا ناخب مسكت الورقة بدي أختار القائمة العامة ليش بدي أحط الصح مكان حزب عزم؟ ثلاث عوامل أما أن لديه ثقة في الأشخاص القائمين على الحزب أو لديه ثقة بأحد المترشحين في القوائم العامة أو في المحلية وأدلى له بصوته وشعر بأن هذا المترشح على القائمة المحلية عضو في حزب عزم والنقطة الأخيرة بعد حديثنا الطويل وأنه جبنا المحافظات والبوادي كما ذكرت عن أرجاء الوطن وسمعوا إلنا خطاب عزم ملامس إلى هم ومشاكل الوطن والمواطن أعطى مصداقية وهذا سوف يحفز العديد منهم أن يدلوا بصوتهم واللي أهم من ذلك وذاك الشعار الكبير العملاق لحزب عزم شورنا من رأسنا وارغيفنا من فاسنا هذا شعار عميق في العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية عندما نريد أن نعتمد على أنفسنا وأن نتحول من دولة الجيو استهلاك إلى دولة الإنتاج وأن يكون الأردنيين بسواعدهم وعقولهم يعيدوا ويقووا بناء وطنهم بقيادة جلال سيدنا الله طوال عمره نعم مهندس زيد أنا سعيد جدا بتواجدك معي اليوم ضمن بودكاست انتخابات عبر شاشة التلفزيون الأردني أنت الأمين العام لحزب عزم شكرا جزيلا لك شكرا لك يا سيد على هذه الاستطافة الطيبة وأنتم مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم على طيب المشاهدة